التجربة التانية في عدد خمسة في نفس الأصحاح أصحاح أربعة يقول ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله بردو بنفس الفكر إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنت بتقول لي مكتوب؟ أهو مكتوب لأنه يوصي ملائكة بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك في التجربة دي بيشكك أولا بيقوله إن كنت ابن الله نفس الفكرة لكن الحاجة التانية يشككه في حناية الله على فكرة أنت لو رميت نفسك وريني بقى إذا كان ربنا هفعلا هيحميك ولا لأ اللي بيحصل معاك ده ده بسبب إن ربنا مش بيعطيني بيك أديك جعانة أهو أديك تعبان يقول للإنسان كده أديك تعبانة أهو لأنك ربنا ما بيعطينيش بيك مش كده وبس خليه يثبت إنه ربنا بيعطيني بيك جربه بقى جرب ربنا ومش كده وبس لكن يقدم الزيف في كلمة الله يخلط الحق بالباطل يعني الآية دي موجودة في مزمور 91 يقول لأنه يوصي ملائكته لكي يحفظوك في كل طرقك على الأيدي يحملونك لألا تنظم بحجر الرجلة فوشال حتة من الآية اللي هي في كل طرق يعني أنت تحيا في طريق طبيعي يومي وفي هذا الطريق عندما تأتي أي معثرات أمامك لما تيجي أي حاجة هتصدم حجر بالرجل هو ينجيك مش أنت رايح تخبط رجلك وتقول له وريني هتنجيني ولا لا ده أنت بتجرب ربنا على فكرة يعني تاريخيا أنه في واحد ادعى أنه هو المسيح فعلا رمى نفسه من جناح الهيكل ظن أنه رح يطير يعني أمام الناس يعمل عمل سحري لكن مات طبعا في وادي قدرون بحسب التاريخ طبعا يقول كتابا أن الله غير مجرب بشرور بشرور مش كده وبس لكن غير اسم الخطيئة ارمي نفسك من على جناح هي كان زي محدك بتحكي ده تهور قالك ده ثقة في عناية ربنا نفس المبدأ نفس المبدأ اللي بيعمله أنت بتعتمد كده على ربنا مش كده وبس لكن هتنال إعجاب الناس عندما تنزل سليما وبتتمم وصية ربنا هو قالك لا تزم بحاجة الرجلك فأنت بتتمم كده وصية ربنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر